شلل أصاب المخيمات الفلسطينية خلال ما يزيد عن شهرين بسبب إضراب العاملين احتجاجا على تقاعز إدارة وكالة الغوث بتلبية حقوقهم وبعد عدة انفجارات أصابت المخيمات غضبا على أوضاعها العملية والتعليمية والصحية علق الإضراب وفقا لاتفاق تم بين اتحاد العاملين والوكالة التزام من اتحاد العاملين والعاملين والتزام أيضا من إدارة الوكالة يتطلب ذلك بناء جسور ثقة وأنا أعتقد أن تنفيذ الخطوة الأولى هي الخطوة الأولى أقصد تثبيت موظفي الجي سي بي وأرجعهم إلى عملهم هي خطوة أولى هامة يجب أن نقيس عليها ولكن المقياس الحقيقي ليس هذه الخطوة هذه خطوة أولى المقياس هو التنفيذ الكامل لما اتفق عليه الاتفاق نص على بنود تم تطبيق بعضها وأخرى سيتم انتظار استحقاقها وفقا لتواريخ معينة حيث أن تعليق الإضراب يعتبر بمثابة إعطاء مهلة لإدارة الوكالة لتطبيق ما اتفق عليه أما البنود فهي تتضمن عقود عمل واستحقاقات وترقيات وتعوضات وتصحيح أخطاء درجات وظيفية موضوع موظفي العقود قصيرة الأجل بالفعل هناك خطوة إيجابية تمت يوم الجمعة رجعوا إلى أعمالهم وحسب الاتفاق بعقود ثابتة وهذا مؤشر جيد من قبل إدارة الوكالة حتى نكون صادقين بأن هذا البند تم تطبيقه يوم الجمعة أول أمس وبالنسبة لموضوع الموقفين أيضا تحدث معالي وزير العمل في تلفزيون فلسطين سيتم إرجاعهم في أقرب فرصة بعد التوافق والاستجابة على معظم النقاط الواردة في نزاع العمل بين إدارة الأنروا وموظفيها الالتزام بالاتفاق واجب على الطرفين لضمان تأمين حقوق المخيمات وأهلها لتلفزيون القدس لما أبو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي 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 تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي